هذا وقد وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 449 قضية تموينية بمضبطات بلغة قرابة 108 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمكنت الوزارة من ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 99 أطن تمكنت كذلك الوزارة من ضبط 630 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 200 و 62 قضية خبز ناقص للوزن و 157 قضية خبز غير مطابق للمواصفة كما تم ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد تداول القمح المحلية ترجمة نانسي قنقر